كيف نغرس ونحبب العقيدة والقيم لدي الأطفال اللي نتفادى واقعاً نعيشه اليوم اختلاف بعيد عن النهج والساءة طيب هو شوفي احنا لما نتكلم عن العقيدة والقيم احنا قاعد نتكلم عن مفاهيم شوية كبيرة والأطفال حتى نكلمهم لازم نبسط المفهوم فمثلاً إذا بنتكلم عن إن الله الرقيب مثلاً أو الله السميع أو الله البصير طيب شو نسوي؟ شو نقرب هذا المفهوم؟ أنا ممكن أعطي محاضرة حق الطفل بس الطفل مو بظهورة يستوعبها أساليب التعليم ثلاثة والأطفال في العالم كلهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف في التعليم ثلاثة لا رابعة لها إما طفل سمعي أو طفل بصري أو طفل حسي غير هالثلاث ما فيه في ناس تاخذ المعلومة بالسمع وتتفاعل معاها سمعياً في ناس تعطينهم المعلومة سمعياً ما يتفاعلهم معاك لازم بصرياً لأنهم بصريين في ناس حسيين السمع عنده ضعيف والبصر ضعيف لكن حسي يبي يشوف شيء يبي يمسكه يبي يتفاعل معا علشان عشان ياخذ المعلومة مثلك أنت الحين مثلاً خنقول لو لو شريتي مثل هذه آلة حاسبة تمام؟ شريتيها من السوبر ماركت ورحتي البيت حاولتي تشغلينها ما اشتغلت طيب كيف تقدمي شكوى؟ يعتمد عليك أنت دكتورة إما حسية ولا بصرية ولا سمعية إذا أنت سمعية حتى تتصطين تلفون بالسوبر ماركت وتقول أنا أخذت منكم آلة حاسبة كذا ترا هي خربانة جيبولي غيرها طيب وإذا أنت بصرية إذا أنت بصرية لا رح تشتكين بالبصر رح ترسلين واتس آب ولا إيميل ولا ها ترسلين شيء تشوفينه بعينك وإذا أنت حسية إذا أنت حسية تركبين السيارة وتمشين وتروحين وتسلمينهم هذه وتقولهم تعالوا عطوني واحدة ثانية فالناس إذا ثلاثة أصناف الآن كيف أنا أوصل المعلومة في العقيدة أو في القيم للأطفال هذا سؤال مهم أولا لازم أفهم الطفل اللي أمامي سمعي ولا حسي ولا بصري إذا بصري وبوصل له إن الله سميع أو سمعي أبدي أقول له يشوف بابا يلا حين بقول لك أنا شيء اسمعني لأنه هو سمعي واحد اثنين ثلاث يقول لي إيش أقول له أنت ما سمعت يقول له ما سمعت أقول له بس الله سمع خلص المعلومة وصلت لأنه هو سمعي طيب لو هو بصري شون هو الصلة الله سميع والطفل بصري كيف أبدي هني شا سوي ممكن أرسم رسمة أثنين قاعد يتكلمون أو واحد قاعد يكلم نفسه فيشوف الطفل اللي يكلم نفسه أقول له شفت بابا هذا الكلام مع النفس الله يسمعه بس أسويها برسمة رسم لأنه هو بصري لازم يشوف طيب فيهkind طيب وإذا هو حسي أقول له بابا أمسك أذوني أمسك أذوني وخل構 أمسك أذونك أنا أمسك أذونك يلا حررك أذوني حررك أذونك حررك أذوني ها بابا إحنا أي شيء نسوي ترى الله يسمعه ها فإذن الطفل نعطيه المعلومة حسب تصنيفه وحسب نظامه تشيدي إحنا نقدر نوصل كثير من المعلومات يعني قضية الصبر كيف نوصل الصبر للطفل كيف نوصل مثلا الكرم للطفل هذه كلها قيم احترام الكبير كيف نوصلها للطفل أنا من يومين واحدة من الأمهات تشتكي تقول يا أخي والله التدريس أونلاين متاع ابنه عندي ثلاثة من أولادي واحد ما شاء الله متفاعل وماشي ممتاز بس هذا الثاني مؤذيني كنت له الثاني مؤذيت لأنه ما هو بصري البصري بالتعليم أونلاين يمشي مضبوط أنا أشوف ويشوفوني فأنا ماشي ما عندي مشكلة بس لما يكون الطفل سمعي ولا حسي تشوفينه في التعليم أونلاين ما يمشي مضبوط هذا يحتاج شيء ثاني ولازم نكلم المعلمة أنها تستخدم الصوتيات عشان السمعي يمشي معاها ونغمات الصوت وممكن تحول المعلومة أغنية ولا نشيدة يمشي معاها السمعي أصلا السمعي رح يتفوق على البصري بس لو طريقة التعليم تغيرت أو أسلوب المعلمة تغيرت طبعا أنا قاعد أعطي أنا هذا الأمثلة اللي ممكن الأمهات يطبقونها في البيت في قضية القيم فأقولها طيب اخذي الصبر اخذي الكرم اخذي أن الله سميع هذه مرة من القصص الجميلة يعني تدرس هذا قال لنا إياها مرة واحد مشايخنا يقول في مجموعة طلبة علم وكانوا يغارون من واحد من طلبة العلم اللي معاهم ليش الشيخ يحب أكثر واحد فقولها يا شيخ أنت ليش تحب فلان أكثر واحد قال لهم أنا أقول لكم شلون قام وزع عليهم ثاني يوم عصافير وقال لهم خلي روح كل واحد يذبح العصفور يقول بسم الله ويذبح العصفور في مكان ما حد يشوفه فراحوا الأطفال اللي ورا شجرة ذبح واللي ورا صخرة واللي ورا خيمة واللي ورا بيت فلما يجو حق الشيخ وقال لكل واحد ماسك العصفور وذبحه إلا هذاك الطالب العلم اللي الشيخ يحبه ما ذبح العصفور فقام يسألهم الشيخ ها أنت وين ذبحت قال له ورا شجرة وانت ورا كذا وانت كذا كذا لما جي حق الدور على صاحبنا قال لحق الولد أنت ما ذبحت العصفور قال له لا والله ما ذبحت يا شيخ قال له ليش قال له رحت أدور مكان أنت قلت لازم ما حد يشوفنا بس كل مكان أروح أنا وراء شجرة وراء كذا يعني أستشعر أنه الله قاعد يشوف يراقب ما حصلت مكان ما حد يشوفنا شوفي فقوم الشيخ قال حقي طلبة العلم شفته شلون هذا السر زيادة محبتي لهذا طالب العلم لأنه النضج والوعي عنده عالي فإذا مرة ثانية كيف أنا أحب بعيالي في العقيدة كيف أقرب لهم مفهوم الأسماء والصفات الإيمان بالله عز وجل كيف أحببهم بالصلاة كيف أحببهم بالصيام كيف أحببهم بالزكاة أنا بنت عمي من عائلتي يعني وهي ما شاء الله معروفة بعمل الخير وأبوها عمي الله يرحم وتوفى معروفة بعمل الخير فتقول لي ذاك اليوم تقول لي أنا حبيت الزكاة من أبوي قلت لها ما فهمت يعني شلون كان تقول لي أنا أتذكر كان عمري خمسة عشر سنة في يوم من الأيام دخلت بيتنا كان أشوف أبوي يرقص أبوي رافع إيدة شذي ويرقص تقول أنا أول مرة أشوف أبوي يرقص فتقول أنا تفاجأت قلت له بابا أنت شفيك ليش ترقص في شي صار أحد الأرزق بمولود يعني كسبت هو تاجر أبوها كسبت في تجارتك صار شي ليش ترقص كان تقول لي تقول ما أنساها طول عمري هذي وأنا عمري خمسة عش كان يقول لها والله يا بنتي أنا من زمان أشتغل بالتجارة لكن ما في مرة دارت علي السنة وصار عندي نصيب للزكاة السنة هذه أول مرة يصير عندي نصيب للزكاة فأنا زكيت فمن فرحتي بإخراج الزكاة قاعد ألقص تقول لي هذه المرأة تقول لي أنا حبيت الزكاة من تصرب من رقصة أبوي شو يعني فشوفي أنت الحين قاعد تتكلمين عن قيم عن مبادئ كيف إحنا نوصلها لأولادنا تخيل لي الحين هذا الفعل فعل عمي الله يرحمه مع بنت عمي وتخيل لي واحد يا بابا قوم صل ويطق ويضرب يعني إيش جاب التربية هذه حق التربية هذه ولذلك إحنا قاعدين ننفر أولادنا من الإسلام ترجمة نانسي قنقر